عشان نفرق بين النوعين، في قولنا الجلطة الدماغية أربع ساعات ونصف من بداية الأعراض الجلطة القلبية مجرد وصوله للطوارئ نحن نحسب لنفس النكاطباء ساعة لتسعين دقيقة من ساعة لتسعين دقيقة نبدأ العلاج فالجلطة الدماغية تبدأ النافذة العلاجية هي التي فيها نافذة علاجية من الساعة أربع ساعات ونصف نبدأ ندي الدواء المضيب للجلطة الجلطة القلبية من وصوله للطوارئ حيث نسوي له تخطيط القلب أول ما يوصل يسوي له تخطيط القلب تخطيط القلب فيه علامات معينة تبين أنه والله هذا المريض يستدعي أنه يأخذ دواء مذيب للجلطة حتى لو الأعراض بدأت قبل نصفة نص ساعة أو بدأت قبل أربع ساعات أو عشر ساعات ما يهم طالما أنه عنده علامات معينة في تخطيط القلب مؤخرا أنا ما بدي ألخبط الناس وأروح من الجلطة الدماغية للجلطة القلبية لكن مؤخرا الجلطات الدماغية بدأت تزيد النافذ العلاجية هذه الأربع وعشرين ساعة بسحب الجلطة في أماكن معينة ومراكز معينة عندهم وبعض المرطة حالات جدا خاصة ممكن تسحب الجلطة عن طريق أشعة داخلية